اشتركوا في القناة في الاستوديو وبالتأكيد عندنا تقرير مثل ما تعودنا يعدى ويقدمها محمد الشريفي يتناول عنوان حلقتنا من جوانباء المختلفة بالتأكيد بحلقتنا لهذا اليوم راح نتحدث عن موضوع جدا مهم هم كل شاب وكل شابة بالتأكيد قضية اتخاذ القرارات مسألة مهمة بعض الاحيان يمر الشاب بظروف معينة يمر بقضية معينة علي ان يتخذ قرار القرار يغير لربما مجرى حياتها او في بعض الاحيان حتى القرارات الاعتيادية اولا اريد نعرف هل قضية اتخاذ القرار هي مهارة يكتسبها الشاب ومين يكتسب هذه المهارة اذا كانت مهارة وبالتأكيد تساءل اذا كان الاب والام دائما يوجه الكلام لابنه بانه انت يا ابني بعدك صغير يا ابني انت بعدك ما عندك تجربة بهذه الحياة فبالتالي كيف من الممكن انه يطور نفسه ويقدر يتخذ قراراته بنفسه وشوكت لازم يوصل الى هذه المرحلة وايضا لازم يفكر بشنو لما يتخذ قراره كل هذه الامور ان شاء الله رح نتناولها ونتحدث عنها مع ضيف حلقتنا لهذا اليوم الدكتور علي الزرفي خبير التنمية البشرية باسمكم نقدم تحية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام حبيبا حياك الله وسهلا الله وسهلا وسهلا بمشاهدي قناة كربلا حياك الله وسهلا السلام عليكم نضيف في برنامجنا للشباب كلمة واستفادين من عندك اليوم ايضا احنا طمعانين بهذه الفائدة اروع برنامج الله يخليكو يا حبيب الله يخليك مشاهدينا الافاضل تعودنا ايضا بانه في هذه الشباب يكونون موجودين معانا بالستوديو اليوم عدنا مو اثنين عدنا ثلاث شباب ان شاء الله نبديهم بالشاب الاول قيصر اخضير الشياطال في كلية الطب رحل خامسة تحياتنا اليك يا قيصر تحياتنا اليكم كان عندك شرق يعني بالاستضافة وشكرا الله يخليك قاسم الدعمي تحياتنا اليك يا قاسم ممثل عن فئة الشباب وانت رئيس لمركز شباب الطفل التقافي الله يحفظكم وان شاء الله الموافقية لقناة كربلا الفضائية ولاهتمامها بفئة الشباب احسنتم احسنتم بارك الله بكم عدنا ضرغام احمد حسن خريج علوم سياسية تحياتنا اليك يا ضرغام واليوم اكيد انت تتمثل هذه الفئة ريدك يعني تاخذ راحتك بالكلام ونسمع من عندك الاراء اللي اكيد تمثل اراء هذه الفئة احسنتم تحياتي لك سيد مصطفى ولضيوفك وللكادر طبعا والمشاهدين الكرام الله يخليك ويحفظك اذن تحياتنا لشبابنا ولضيفنا لهذا اليوم خليكم ويانا مشاهدين الافاضل خلينا نشوفوا محمد الشريفي شو محضرنا بتقرير اش راح يقول عن الشباب واتخاذ القرارات بعد التقرير ان شاء الله راجعين لكم خليكم ويانا مشكلة كبيرة تعترض حياة الكثير من الشباب تتمثل بعدم القدرة على اتخاذ القرارات المهمة والمصيرية في حياة ايا منهم فهل ان القدرة على اتخاذ القرارات تعد مهارة مكتسبة على الشاب ان يسعى لتعلمها وهل هناك توقيت معين يستطيع معه الشاب ان يصل الى مستوى يجعله مؤهلا لاتخاذ القرارات وما هو دور الابوين في تعزيز ثقة الشاب بنفسه وبالتالي تلاكه جرأة الاقدام على اتخاذ القرار كثير من الشباب يشعرون بالحرج امام الابوين نتيجة لتعاملهما معه ونعته بالصبي وبالعامية نقول بعد صغير وهذا ما يفقد الشاب ثقته بنفسه ويبقى مترددا في اتخاذ اي قرار خشة ان لا يكون قراره صائبا في الحياة الجامعية وفي الاسواق وفي الشارع ايضا لا يختلف الامر كثيرا فمن تعود الجرأة في المواقف والقدرة على اتخاذ القرار هو المميز بين اقرانه تماما اما المتردد فتراه يخشى حتى من عبور الشارع وتلك العمري مصيبة كبيرة لبرنامج للشباب كلمة محمد الشريفي النجف الاشرف رجعنا ياكم مشاهدين الافاضل والختام كان جميل من محمد الشريفي يتحدث يقول يعني الميت تخذ قرار او يخاف انه يتخذ قرارات بحياته حتى يخاف انه يعبر الشارع طبعا دكتور بداية خليه نجاوب على سؤالنا الاول اللي كان من عندي وايضا من محمد هل قضية اتخاذ القرارات هي مهارة قبل لا نجاوب على انه سؤالك رح اوجه تحية لمحمد ونقول لنا هيا الناس ان شاء الله انه تحيات الى الاخ معدل تقرير وبدأ انه القرار انه مشكلة خلاني امام مشكلة وختم لي مصيبة وعليه انه بعد فعلا ما رح اقدر اتخذ قرار اذا شفت الموضوع هو مشكلة وبالتالي خلاصة هذا الموضوع رح يصير مصيبة فبين المشكلة وبين المصيبة رح انضيع فعليه خلي نشوف انت سألتني اجاوبك او ما اجاوبك رح تتخذ قرار هذا السدق هو طبيعي خلي حتى ننطلق من هذا من هذا الموضوع بس مجرد انت سألتني انا اجاوبك او لا هو حد ذاته اتخاذ قرار يعني معناه جد بحياتنا احنا نتخذ قرارات سريعة هو هذا اللي احنا المعروف يعني المفروض نفهمه ونعرفه كل صغيرة وشبيرة في حياتنا هي عبارة عن قرار جميل ابتسامتي قرار جيتي الهنا قرار طلعت قرار اكلي قرار روحت قرار جيتي قرار كل شي بالحياة عبارة عن قرار واحنا متصورين القضايا المصيرية والقضايا الكبرى هي فقط القرار في حين كل شيء هو بالحياة هو قرار انا نوهت انه مو دائما لتكون القضايا المهمة مطبع بعض الاحيان مسائل بسيطة تحتاج إلى اتخاذ قرار بيها كل شي بالحياة هو عبارة عن قرار طيب هذا القرار اللي نتشاهدنا هل هو مهارة أقدر أنا أكتسبها خلينا نشوف أنه هذه المهارة فطرية أو مكتسبة هي مهارة بس هل لي هذه المهارة فطرية أو مكتسبة بالواقع هي تكون جزئين يعني عبارة عن نص بنص هذه المهارة جزء منها أنه فطرية أنه طفل عمره يوم أنه عنده قرارات جميل قرارة لطلب أمه طلب طعام قرار رغبة بالنوم أنه يروح ينام قرار أنه يريد أكل قرار يريد يسوي أي سلوك هو عمره يوم عمره سنة عمره ثلاث سنوات عمره خمس سنوات وقرار هذا اتخال قرارات لكن هذه المهارة ما أحد أعلم عليها هذه إذا قلنا المهارة وهذه المهارة فطرية في حين بعدها تتحول هذه المهارة ينضاف لها النص الآخر وهو الأهم أنه المكتسبة المكتسبة مين أكتسب هذه المهارة بعدها رح أن أتعلم مين خطوات اكتسب هذه المهارة والخطوات الصحيحة لإكتسب هذه المهارة جميل حسنتم إن شاء الله رح نتعلم هذه القضايا بس من بعد ما نتوجه أيضا لشبابنا الموجودين بحلقتنا لهذا اليوم نحييكم مرة ثانية يبدو إياك يا قيصر قيصر خلي نبدأ بالسؤال التالي أنت من النوع اللي تحب تتخذ قراراتك بصورة منفردة يعني أنت تتقرر من دون ما تشارك أحد بهذا الشيء؟ شخصيا أنا أعتمد على ثلاثة نقاط في إتخاذ أي قرار جميل يعني في الأول التفكير ويعني دراسة القرار بنفسه دراسة الإيجابيات والسلبيات هذا من جانب آخر طبعا هو في البداية أنا أحدد هدف حتى أضع القرار باتجاه الهدف النهائي أي نتيجة القرار نفسه ثاني أمر هو الاستشارة الاستشارة شيء مهم وطبعا من شاور الناس شاركهم عقولا هذا من جانب ومن جانب يذكر الإمام علي من استغنى برأيه من عجب برأيه يظل ومن استغنى بعقله يزل فلاودة من الاستشارة لأنها مفيدة قد يلفت نظرنا إلى أشياء كنا جاهدين عنها والشغلة الأخرى هي الجانب الغيبي صراحة نحتاج إحنا في كثير من حال إحنا نتخذ قرار بس ما نعرف النتيجة النهائية فتبقى تتعلق بالتوفيق الإلهي هذا الجانب بسر بصراحة أنت اللي اختارت تدخل كلية الطب؟ صراحة إيانا اختارت أنت اللي اختارت فعلا وشاورت الأهل بهذه المسر؟ هو كان اختيار كلية الطب يعني تحديدا أنا ماضي به بس اختيار يا كلية جامعة الكوفة أو جامعة المثنة هذا يعني شوية كان تحيرت به وصراحة يعني درست الموضوع أكثر فشفت نتائج أنه تخرج من جامعة الكوفة أكثر وكذلك كان استشاريت وكانت نتيجاتها الحمد لله وشكر يعني كل شيء جيد جميل جدا نتوجه إلى قاسم قاسم الداعم رحب بك مرة ثانية ونسألك يا قاسم لما تتخذ قرار شنو الأمور اللي تخليها بنظر الاعتبار قبل لا تتخذ أي قرار؟ والله أنه الأمور اللي نخليها قبل اتخاذ أي قرار أول بداية مثل ما اتفضل أخي العزيز هي المشورة نعم الثاني أنه تجربتك اللي هي بالحياة نعم موجودة أيضا ضمن أطار أي عمل أو أي مشروع إذا تريد تتخذ بي قرار لازم أنه عندك تجربة مسبقة جميل وأيضا تسأل المجتمع القضية اللي موجود اللي عنده خبرة إذا كان مثلا ما عنده خبرة أسأل الناس اللي عندهم خبرة عندهم إمكانية ضمن الاختصاص اللي أنا ماذا بي وضمن المشروع اللي أنا أحاول أنه أتخذ بي قرار طيب يبدو أكون مداخلة من قيصر مداخلة على التجربة يعني في الحقيقة الكثير من القرارات نحتاج بدون تجربة طبعا هنا أهم أقول لأحد العمّة أستعيد من وعظة بغيره يعني إن الإنسان ما رأي تجربة غيره أنا ممكن أستفيد من تجربة غيري وأتخذ منها موعظة مو شرط إلا أني أدخل بالتجربة يعني عفوا أني لمداخل فيه لو لا على العكس يعني فشي المداخلات حلوة بس يعني أقصد أنه إذا كان مشروع مهم يعني أكوفد أشياء معينة يعني أي قرار يعني مثل ما تفضل الدكتور أنه قرارات بسيطة ممكن أنه أتخذها بمجرد أتفكر بها لفترة معينة يعني أنا أقصد المشاريع الكبيرة أو مثلا أنا أفكر أن أقيم نشاط أو أقيم دورة أو أقيم نشاط قضية الزواج قضية الزواج هاي كلها الأمور يعني التجربة وغيرها من الأمور طيب نروح إلى ضرغام ضرغام إلى متى الضلساكت أكيد لازم نشركك بالحديث ضرغام يعني أولا أنت من النوع اللي تحب تتخذ قراراتك من نفسك لو لا تعتمد على أصدقاء مثلا أيضا نشاورهم عندك خوف تردد من هذا القضية نعم بالبداية شكرا لجنابك على هذه الدعوة ونحن نشرف معرفة الدكتور من خلال برنامج بداية أعتقد تخاذ القرار هو ضربة حظ ضربة حظ ثانيا شجاعة هناك قرار تتخذ تعتمد على ضربة الحظ مثلا يعني دخولي لكلية العلوم السياسية أي شخص استشاره بهذا المجال يقول لي لا تروح لكلية العلوم السياسية من جانب الجانب الآخر من أن أريد أن أبحث أنا أريد أن أدرس العلوم السياسية نعم المحصلة شنو؟ المحصلة اليوم الطالب من أين يتخرج أستاذ مصطفى؟ نعم أريد فد مكان مناسب أو وظيفة نعم فأغلب التسألهم يقول لك صعبة تلقي اليوم مظيفة من تتخرج من العلوم السياسية ما ستختار هذا القرار فاعتبرت التخاذي للقرار بهذه اللحظة ضربت حظ واتخذت القرار ورحت في المسياس نعم وشنو كانت النتيجة؟ النتيجة إن شاء الله مستقبلا يعني تعيين إن شاء الله قريب بس المهم أنا حبا بهذا الاختصاص دخلت وأنا ما أتصور متندم على التخاذي وإن كان ماكو فرصة عمل أو تعيين ضمن اختصاصي فأنا ما أتصور أتندم جميل يعني كلامك راح يسحبنا إلى أنه نسأل الدكتور بقضية معينة يعني بعض اتخاذ القرارات مثل هذا القرار اللي اتخذ الضرغام الناس تنظل من جانب هو ينظل من جانب آخر الناس تنظل بأنه ماكو مستقبل به هذه الكلية ماكو تعيين هو ينظل من جانب بأنه هو يحب هذا المجال فاختلفت هنا الضربة أنا أخلي نشوف أنه هو هل هذا قرار أنت جايبني وخليني بين ثلاث شباب حلوين وتريدني أختلفوا إياهم لا مستحيل أختلف إياهم لكن من أجل التوضيح أي أختلف إياهم أنه إحنا أدنى من أدوات اختيار يعني الأدوات اللي أطبقها حتى أختار قرار صح أنه لازم استبعد موضوع الحظ ماكو شيء شغل تيم بالحياة ما موجودة وإحنا مع الأسف نؤمن بيها هي موضوعة الحظ وموضوعة الصدفة أنه إجت بالصدفة وياي عادل أو إجت موضوع طبعا لتناولناها كمواضيع بي برنامجنا مفهوم الحظ عندنا الشباب مفهوم الحظ أنه ماكو شيء اسمه حظ ضربة حظ هذا معروف عندنا يعني أنا متعارف لكنه هو صحيح لا مو صحيح أنه أنت هذا القرار اللي اتخذت قرار صائب جدا أنه أنت ما تأثرت بالظروف اللي محيطة بيك وأهم قرار أنا أحييك على هذا القرار لأنه قضيتين قضية الدراسة وقضية الزواج أغلب الناس يشاركك آراءها في حين أنه ما بحاجة رأيهم أنت بحاجة أن تتخذ هذا القرار بنفسك بناء على رغبتك أنت لما فتت علوم سياسية سألني آني وأحد أساتبتنا يقول سألني ابني هو رجل دكتوراء بالإدارة فسألني ابني قال لي برأيك أين أروح قلت له أروح إدارة قال بس فابا أنا ما أحبه قلت له مو مشكلتي أنه ما تحبه أنت سألتني أنا راح أجاوبك على اللي أنا أحبه أنا طبيب أريد ابني أني يكون طبيب انا معلم أريد ابني يكون معلم فعليه في حين أنه ابني الطبيب المشأط أن يكون طبيب ولا ابن العلوم السياسية ابنك لنا بالضرورة أن يكون هو علوم السياسي فعليه هذا القرار إذا أريد الإتخذه هذا اللي يشترط بأن يكون عندي جرأة وأتخذ هذا القرار بناء على ما أريد آني وإذا أريد أتأثر أتأثر بناس هما ذوي خبرة وذوي اختصاص مو مجرد أنه أسأل واحد يحب هذا الشيء أو هذا ما يحبه جميل أحسنتم أحسنتم بارك الله بكم دكتور الآن دكتور خلينا نتعلم خلينا نعرف كيف أكتسب هذه المهارة بمرور مثلا السنوات الشهر آني أكتسب هذه المهارة مهارة انتخاذ القرار ممتاز احنا اتفقنا أنه القرار هو مهارة فبما أنه هو مهارة واتفقنا أيضا أنه هذه المهارة بعضها فطرية وبعضها مكتسبة فعليه أنه بعد أتحول مرحلة أنه سقل هذه المهارة شون أسقل هذه المهارة تعبير لطيف سقل هذه المهارة عندي هذه المهارة موجودة فطرية وأريد أضيف عليها فأسقل هذه المهارة اللي عندي أسقلها وفق يعني أشياء محددة ثبتوها أهل الاختصاص أنه ثبتوها علماء النفس ثبتوها الناس المختصين أنه آلية اتخاذ القرار مثل ما اتفقنا أنه استبعد قضيتين مهمة ومثل ما تفضلوا ليدي دكتور قيصر أنه واحدة من الأشياء أحدد الهدف الذي أريد أتخذ قرار من أجله وهو أولا حتى نعرف القرار هو عملية بين بدائل لتحقيق هدف أو عدة أهداف شميل فواحدة من أدوات اتخاذ القرار الصح أنه أشوف أنا وين رأيها أحدد هدف وبعدين مثل ما تفضلوا الشباب أنه أحدد أنه من أستشيره جميل والشيء الثالث أنه ما هي البدائل أنه انتفقنا هي عملية بين بدائل لتحقيق هدف أو أنه شن البدائل في حالة أنه أنا ما عندي خيار أما أصفر أو أصفر والنتيجة شرح أحصل خلاص إذا ماكو أصفر شرح أسوي فعليه أنه أنا لازم أهم شيء باتخاذ القرار لازم أوفر بدائل وكل ما كثرت البدائل كل ما كان القرار أنجح جميل ماشي جميل خلني نتوجه لشبابنا والأبدأ أيضا مرة ثانية وهي قيصر قيصر برأيك أنت وكشاب يعني تشوف أنه قضية اتخاذ القرارات يعني أتخذ قرار بما يتعلق بقضية خاصة بي يعني تمسي الشابة بتحسسه بكيانة يعني أنا لما أشوف نفسي أنه أنا قراري مو بيدي أحس أنه أنا ما عندي كيان ولما قراري بيدي أحس أنه أنا لكيان وإلي شخصيتي شو رأيك بهذا القضية؟ طبعا هو أخو الأفضل أنه واحد من يعني هو أصلا حدد الهدف ما يتخذ القرار بنفسه يعني بأعتبار أهم شي هو هذا جميل يعني مسألة أنه واحد تدخل بصورة يعني إجبارية مثلا عليه أو ضغط عليه نا أكيد هذا الشيء يعني هو أصلا ما مقبول يعني حتى نتيجة القرار برح يتحمل مسؤوليته هو يتشخص نفسه يعني بأعتبار صار مؤثرات عليه طيب زين برأيك يعني أنه كل من يأخذ هذا القضية من باب أنه أما أنه كياني متحقق بأنه أنا كل قراراتي لازم أخذها بنفسي أو لا يعني أنه أنا ما عندي شخصية لما يشاركوني أبوي أو أمي أو أخواني مثلا الكبار طبعا هاي يجي بها جانب المراعاة يعني إحنا من أتخذ قرار لا أبدأ راعي أنه الواقع مالتي يعني واقع الأهل مالتي واقع المجتمع يعني كل قرار أكيد هو ما يعود على الفرد نفسه بس خاصة القرارات اللي راح هو الفرد ضمن مشكلة هاي راح نجيها القضية فيأثر ويتأثر يعني أكيد هاي راح نجيها القضية قضية أنه مراعاة الآخرين باتخاذ القرارات خلي نسمع من قاسم قاسم برأيك أكو عمر معين مثلا أنت كشاب اليوم قيصر وأضرغام يعني أنه لما توصلون إلى لازم خلص بعض قراراتكم تكون فردية لو لا والله بالنسبة إلي إذا ترجع إلي يعني القرارات الفردية ما أحبثها في جميع أمور الحياة حيث أنه النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وكان يطرح كان المشورة على الصحابة اللي موجودين بذاك الوقت ومنها أمر الخندق اللي حفر باستشارة الصحابة وكان مطروح من قبل سيدي ومولاي سلمان المحمدي فإذا أخو هذا سيد المرسلين سيد البلغاء سيد الكائنات محمد صلى الله عليه وسلم وكان يعرض على المجتمع اللي دائرة الاستشارة فالاستشارة شيء جدا مهم أنا أضافة بسيطة أنه لما يكون القرار عام غير ما يكون القرار شخصي طيب ممكننا توضح أن هذا مثلا أنه أنا بالضبط أنه أنا لما أريد أتخذ قرار يهمنا إحنا كنا هذا يشترط بيه أراعي الأطراف المحيطة بيها بس لما أريد أتخذ قرار شخصي خاص بي أنه يعني شرة وبالوازع نفعة وضرة علي يعني فما أحتاج مو بالضرورة أنه أروح للمختص وأقول له لأنه هلا خلنا نقول ما بي سعي ما بي مضاعفات يعني مثلا خلي يعني نظروا بمثال مثل قضية السفينة اللي مثلا طابقين لأهل الطابق الأرضي حبوا يعملون مثلا ثقب بالسفينة هذا شيء ما يخصهم هما بس نظر مجتمع هذا هذا لما يكون القرار مردودة الإيجابي أو السلبي علي أني هذا يبقى أنه أنا أريد أو ما أريد بس لما يكون القضية تتعلق بينا كنا لا يشترط أنه أستشير ويشترط أنه أراعي مثل ما المداخلة اللي قلت الدكتور القيصر نحن نحتاج بعدين أنه نتوقف عده جمي جمي دكتور يعني فد مداخلة بسيط نسمع منك لربما هذا المثال اللي ضربته باعتبار يعني أنه مثلا فد خادمكم صغير رئيس مركز شباب الطوف فدائما أنا أغلبية أغلبية الأمور اللي أتخذها فشي تكون تكون دائما ضمن مجتمع ضمن يعني قامة فعالية معينة فد أمر معين لذلك كان اتجاه النظره ماتي إلى هذا الطريق وتقدر تقول لأنه أكثر قراراتك مو شخصية مع الدكتور ضمن هذا النطاق أن القرارات الشخصية يعني تعتمد ضمن نطاق النطاق اللي هو مثلا داخل المجتمع مثل ما قلنا بالبداية أنه نأخذ الخبرات اللي موجودة أو أنا أكفت أمور معينة تتعلق بي كذاتي فد أمور معينة زواج مثل ما تفضل الدكتور وغيرها من الأمور ممكن أنا أتخذ بها قرار فرتي جمي جمي نروح إلى ضرغام ضرغام أريد أن أعرف من عندك يعني شلون اكتسبت قضية الخبرة أو القوة أو اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب مثلا من الذي يدعمك من الذي يساعدك سيد مصطفل تسمحني قبل ما أجعب عن هذا السؤال نعم تعقيبا على جواب الدكتور نعم طبعا أنا متمسك بقضية الحظ نول ما تكلمت و أحبقى متمسك به زين اليوم أنا ذا ردة أتخذ قرار ذكر جناب الدكتور ستقول شنو اللي يضمن لي بأنه النتائج ماتة إيجابية نعم هاي وحدة زين اليوم أني يريد يروح الدكتور قيصر مثلا قبل ما يدخل كلية الطب يروح يسأل الدكتور يقول له أنا طلعت لي كلية الطب نعم شنو رأيك الدكتور راح يقول له كلية الطب خلاص يا كلية الطب أنت أول ما يفكر الطالب أول تفكير عندنا كشباب أعتقد الكثير من الشباب ثمرة صحيح يريد ثمرة نعم نعم نتخرج من اختصاص يريد يمارس اختصاصة اليوم يريد يريد يأخذ مكانة بالدولة فاليوم يريد يروح الأخ قيصر ويسأل الدكتور باعتباره هو أستاذ بالكلية فيقول لا أنا يريد أدخل كلية الطب شنو رأيك يقول له هاي خلاص ماكو أحسن منها تعتقد يعني الدكتور راح يطيني فد الشي مستمسك أنا من راح أخلص بعد خمس سنوات وبظل هذه الظروف وهذه الصراعات ما ينطق زمان ما يقدر ينطق زمان إذن 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 إذا سمحت في سيد مصطفى إذن أنا أرد أسأل الدكتور في رأيك هذا صارت ضربة حظ لا ما ضربة حظ أوكي أنا راح أسألك جواب راح يألك يكون سؤال هل لي أنه قيصر طلع طب هو بناء على الحظ ولا تعب لا هو هذا اللي أقول خلاص هو تعب هو ضد معذل زين هو قرر أن اسمح لي هو قرر أن يروح طبية أن يطلع معدل قبل ما يقرر سألك احتمال تقل لي لا أروح أدرس قانون ومارس المحامة أنا لو تسأني أنا لو تسأني شخصيا أنت حضرتك طالب وأنا كثير يسألون الطلاب أنه شنو ترشح أنه شنو ترجح أنه روح أي اختصاص أقول ما أسألك أنا إذا تريد مثل ما تفضلت اليوم اليوم يسألوني أجاوب أقول تريد قضية تتعلق بالتعين أقول لك روح فلان فلان تريد قضية تتعلق مجموعة طبية أوكي من روح مجموعة طبية روح الأشياء اللي بها تعين تريد شيء يخدمك شخصيا اللي تحبه أنت تعال قل لي شنو اللي تحبه وشنو اللي ما تحبه طبعا زين فإذا أنا فأنا إذا تسمح لي فبعديا لما يجيني يعني أنا قلت لك أوكي روح طبية وحضرتك تمام هيئ نفسك فهل الحظ يلعب دور أنك أنت يوديك طبية في الوقت اللي أنت معدلك ما يوصل ستين سبعي هو هذا اللي أقوله آني نسأل قيصر نقول له أنه الحظ لعب وياك ولا لا أنت لعبت ويا الحظ طيب حتى نستثمر أو نستثمر الوقت نستثمر الوقت لا لا احنا ما نستغل إن شاء الله ما عاد نستغلان نستثمر وقتنا ونسمع منك جواب بأقل من نصف دقيقة شنو الأمور اللي دعمتك وليسعدك بأنه تتخذ قراراتك ولو الظاهر يعتمد على الحظ مرغم جانب الغيبيات يعني أكو فالشيء نعم هو رادي يوضحها بس كان بطريقة أخرى أو بمصطلح آخر يعني أكو جانب الغيبيات اللي هي التوفيق الإلهي هذن الأمور يعني يعني عد مجتمعنا العادي يعتبرها حظ وإنما هي تبقى بعد أنه توفيق إلهي هذن الأمور يعني أيضا الإيمان بها طوني عشر ثواني الزين هو ما اعتمد على ضربة الحظ والدليل إنه ما الحظ ما حالفة إنه يجاوب خلي أحد يصادر حقه ويجاوب هذا الحظ هذا الحظ من المقدم هذا هو طيب نسمع نسمع من نقدر أستاذ لو سمعتاني يمكن يعني أعتقد أنا رأيي أولا والدي فقط انتقل إلى رحمة الله واني الله يرحمه بالله واني في مقتبل العمر فبصراحة اعتمدت على نفسي بهواء أمور جميل الحمدلله أغلبها أغلبها طلعت صائبة الحمدلله جميل فأني بعد هسا اعتمدت هاير النظرية في بالي بين اختياري تمام تكون مشاورة بي شريت نفسك أنه وضعت بالواجه أو بالمكان اللي لازم أنت تعتمد على نفسك بوقت مبكر نعم الحمدلله نعم أستشير بالاختصاص وما أجاهل رأيهم ولكن أعتمد في كثير من الأمور على رأيه طيب وشكرا الدكتور نرجع لك دكتور حتى يعني نوصل أيضا لقضية جدا مهمة بما يتعلق دعم اللي داير مدايره الشباب الأب الأم الأخ والكبار للشاب اللي بعده بداية هذه المرحلة مرحلة الشباب شلول الشاب أنه يوصل إلى مرحلة بأنه يقدر يتخذ قراره بنفسه واللي داير مدايره دائما يعني يحبطون المقابل أكو فقرها مهمة لازم نتوقف عدتها نعم هل قرارات الأب دائما صادقة يعني صائبة هل قرارات الأم دائما صائبة هم يحيشون بحكم العمر أحلى حياتنا وكذا لا سنوات العمر يعني عدد سنين العمر ما لم تعتمد على الخبرة واستخدام قرارات صحيحة ومو صحيحة وطتني خلاصة مثل ما طت الأخونة خلاصة هذه القرارات قدرت أحقق سبعين ثمانين بالمئة نجاح عشرين بالمئة فشل طبيعي جدا هذا تراكم خبرة أما تقول لي أنا كولي أمر لازم أنه دائما تكون قراراتي صحيحة ما أعتمد على مختص هذا مو صحيح زين إنه شلون أنا أسقل إذا تسمح لي شلون أنا أسقل قرارات أنا أنت ابني اليوم تقرر فمن ما نطيتك فرصة أنك تقرر بعد حتى وإن صاح عندك قدرة أن تقرر صح ما راح يكون عندك الجرأة أنك تقرر فعليه يا أستاذ مصطفى المفروض أنا كولي أمر سواء أب أو أم أنت فرصة لابني أو بنتي يقرر شلون أسقل هذه المهارة عند أن يقرر صح ممكن يقرر خطأ ويسوينا مشكلة فعليه لا أنا أخلي أخلي ضمن اختبار أقول تعال تفضلي يا دكتور قيصر تعال أنه عندك هذه المشكلة أريد من عندك حل انطيني عدة حلول ومن بين هذه الحلول اختار لواحد من الحلول واتفقنا أنه مجموعة وعندك بدائل ومن تشوف الحل الذي أنجح من وجهة نظرك إذا كان اختيار صح أعزز له وإذا كان اختيار مو صح راح أدلي على الخيار فعليه مندليت على الخيار الصح أو عززت الخيار الأول الذي كان صح ما أنا علمته لكن إذا طيت أكل جاهز ولهذا يقول لا تطعمني سمكا بل علمني كفا الصاد أنه علمني أقرر لتقرر ربما كاني وهو هذا المهم المفروض نتوقف عنه طيب خلي فقط تنويه لمشاهدين الأفاض بينه اللي يبود الاتصال والمشاركة بأن وان حلقتنا لهذا اليوم الشباب واتخاذ القرارات يتصل على الأرقام اللي راح تظهر أسفل الشاشة وأكيد نود بأنه تكون المداخلات ضمن هذا الموضوع ومثل ما سمعته من ضيوفنا ومن الدكتور أيضا كان عندك مداخلة بالنسبة الدكتور أنا اليوم ترى أكون مثل ابنك يتحملني ما نختلف إن شاء الله اليوم ما جاء بالأب في رأي الشاب قبل بلوغه أو نعوف العمر ممارسة للحياة اليوم بالأب في رأي إلى دور باتخاذ قرار ابنه هو مسؤول إذا كان عمره أنا أسئلك سؤال دكتور أبنك الله يحفظه إن شاء الله ويخليه أنا شفته صغير في العمر يمكن مرحلة ابتدائية أصغرهم هذا مرحلة الابتدائية إذا نجح من الابتدائية وراد يروح متوسط هذا العمر قال لك بابا أنا خلص أنا أكو مهنة أكو مهنة وحلوة أكو مهنة وحلوة وأنا راح أترك الدراسة وراح أروح للمهنة شنو شنو ردك إلى دكتور لو سمحت مرصة نعم نسمع من الدكتور طيب ممتاز أنه هذا هذا جاي يسأني شنو رأيي هذا جاي ياخذ رأيي ومرة يقول لي أنا مقرر منتهي إن شاء الله إذا قال لي مقرر نعم بالضبط أنا مرح أسمح له بس فرق أستاذ مصطفى أستاذ قيصر لا أستاذ درغام أستاذ درغام حبيبي أنا مرة أقول لك لا بطريق غير مباشر أنا أذكر لك عيوب ومزايا هذا ابني أستاذ مؤثر أنا ما أترك الدرغام سمح لي أنا راح أذكر لك عيوب ومزايا أنا راح أحترم قرارك أقول لك أنا يعني بالنتيجة أنا أحقق اللي أنا أريده أحقق اللي أريده إذا قلت لك لا تبقى أنت مصر وأبقى آني يا أما أفرض علي قراري بالقوة وأنت حتى لو تستجيب تستجيب على مضا طيب ومرة أنا لا أقول لك أوكي هذا قرارك نتفق خلي نشوف هذا قرارك حلل هذا قرارك صح أو لا ورح أذكر لك عيوب ومزايا هذا القرار طيب ورح أخليك تشعر بطريق غير مباشر إن قرارك خطأ إذن كل الفضل يعود الفضل يعود لك بس أنا ما أقول لك الطريق غير مباشر لا بابا ما يصير هذا واللي أريده هو اللي يصير هو هذا تواجهنا حسنتم بارك الله بكم خلي نستقبل اتصال أبو علاء من النجف سلام عليكم يا أبو علاء سلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم يا أبو علاء حيّيكم الله وحيّي أخيّي الله بيّو في الله يحيّيكم يحفظك الله بيّو موضوع جداً جميل الله يحفظي وفي محله نعم نعم يا أبو علاء استفاحية الأسئل كان يتكلم على القرار بشكل عام نعم الشكل عام بالقرار يجب أن يتعل خصوصية لاتخاذ القرار ليش نعم لأنه القرارات تتقسم إلى أقسام نعم منها قرار انفراري أهه ومنها قرار جماعي نعم ومنها قرار جبعي نعم فإذا رجل تتقسم القرار بالنقاط التالية نعم يجب أن يكون الكلام أن الكلام الكلام يكون الكلام في خصوص القرار الانفراري نعم اللي يترتب عليه يترتب عليه أطراف أخرى يعني مثلا نعم قرار العرب الشاب العرب يعمل عنه هذا قرار يعتبر قرار مشترك مو قرار انفراجي اهه انفرحتي في حزاتي اه احترحتي اه عائلة فإننا المفروض يصد الأمر على أنه هل يستطيع أن يستخد القرار أو لا يستطيع واضح إلا يكون بعيد عن الانفراج قرار مثلا الزواج نعم الزواج بحث ذاته قرار انفراجي لأنه الجانب يكون تمشترك باعتبار أنه هناك شريك يستطيع هذا القرار أو لا يستطيع حسنتم أبو علاء صوتك غير واضح انفراجي أما القرار الذي تطرقوا له الأخوة اللي يحتاج إلى رشوها هذا قرار ما يبعث عن شخصية الإنسان وين تكون نقدر نحدد شخصية الإنسان الحقيقية في القرار الإنفراجي فأتمنى أن يصد بالوضوء على القرار الإنفراجي هل يستطيع الإنسان أن يتخذ الأشياء عصن أن يتخذ قرار صحيح ويطهق القرار صائد فهي هو نعمك أو تتركب عليه آثار أضرار فيكون هو هل مستعد هل مستعد عند علاج المعارض في أطلاق المنصب من خلال إتخاذ للقرار فهنا أتمنى أن يطلني الكلام واضح 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 إن شاء الله راح يعني نسمع تعقيب الدكتور على كلامك يا أبو علاء عدنا اتصال آخر من حليم من بابل انقطع اتصال حليم من بابل تحياتنا لأخونا حليم يلا مباشرة نسمع التعقيب من عندك شكرا لمتصل أبو علاء أنه كلام رائع جدا أنه القرارات هي مرة تكون شخصية ومرة تكون وتقسيم القرارات وتقسيم القرارات يعني دليل أنه إنسان واعي بهذا المجال جدا نتكلم عن القرار على المستوى الشخصي وأهم فقرة ركز عليها واللي أنا بحسباني أنه أتناولها قضيتين مهمة أنه قضية قرار الزواج وقرار الدراسة أهم قضيتين طيب ممكن نقفعد هذه النقطة ونأخذ حليم لننعود التصالي حليم من بابل السلام عليكم السلام عليكم وعلى سماحة الأستاذ الفاضل والأخوة الشباب حفظكم الله الله يحييك ويحفظك يا حريم بسم الله الرحمن الرحيم وأمرهم شورى وأمير المؤمنين يقول لا تعلموا ابناءكم على طبعاكم فهم خلقوا لزمان غير زمانكم يعني أنا لما أتخذ قرار هذا سورة ثلاث سنوات أضحك عن القرار لأنه أنا غير أنه أفكر ما لم تكن عندي منظومة جامعة وشاملة وأستشير الأب وإخوان جاري العزيز ولدت ثلاثة كلهم ندهم هندسة هذا أحد والدي يقول لي سبب دماري هو والدي لأنه أجبرني على الهندسة وأستجماعتي بما حدو طبي تحينة والزوجة واني بعدني فالقرار هو مقيد كما قال واعطني حريتي واطلق يدي إذا هاني ما عندي لا حول ولا قوة فالقرار يعني شو يصير بهاي الأمور إنه الشاب هذا الزائع نحن نرجع ونرجع للتسبة الدولة النعمات تبطي مجال مع الأسف الشديد يعني ضايعون شبابنا والمستخدم والسلام عليكم وتحمل الحكومة الفاشلة والسلام في أمان الله وحظه تحياتنا لأخونا حديم من بابلي اللي دائما هو متعصب على القضايا الشبابية نرجع إلى النقطة لتوقفنا عندها أوعدنا اتصال آخر عباس من بغداد أدرون دكتور نأخذ اتصال عباس ونرجع لك إن شاء الله عباس من بغداد السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله الله يحفظك ويخليك إن شاء الله يا عباس تفضل حقيقة نقبله للأخ الضام كلامه طبعا هو شخص ولا أنا صوتك مواضح أخونا عباس إذا أمكن بس تغير مكانك حتى نسمع يعني كلامك بصورة واضحة لأنه صوتك مواضح نسمعك نسمعك يا عباس حقيقة المقبلة الأولى نعم كما يتعلق باللخ ضرورات ضرورة الإنشاف ولكن نعتقد إنه في موضوع القطار يوجد الشيء اسمه ضعبة الحظ أو الحظ القرارات عندنا نوعين هو القرار التراتيجي والقرار الأسيادي ضيق كان أكو مثل عندنا شابق الأنسال تضرب ولا تقال عباس ولكن اختيار جيد واختيار غير جيد طيب أختيار الدولة على مستوى الحروب على مستوى كذا لما تجيب قائد مثلا يعني حسن تتعبان شو يتخذ طرار بمسبل الحرب طيب بالمثال يعني طيب الشباب يحتاجون يعني غير اختصاص حتى يوجينا على هذا الطبيب واضح واضح تحيات اللهم صلع اللهم صلع لا محمد وان محمد تحياتنا لأخونا عباس من بغداد نرجع لك مرة ثانية دكتور حاول أخ أبو علامن يقسم القرارات وحدة من عده القرار للفعالي نعم وحدث بقضية الزواج مضبط توقفنا عد قرارين مهمات بالحياة قرار الدراسة وقرار الزواج أحسنت هذا قرار شخصي أنا أرى لابني مصلحة قد أنه أنا اللي أشوف هو بعد ما شايفه طيب فأريد أقرر بمكانه ولا أشاركه بالقرار أبدأ رأيه غير ما أنه أقرر بمكانه بابا فوت على هذه المعهد أو على هذه الكلية غير ما أنه أنا أشير عليه بابا إذا تريد مستقبل مثلا يضمن لك حياة اقتصادية مثلا حياة اجتماعية يضمن لك فوت على هذا إذا أنت تريد الاختصاص الفلاني أوكي زين قضية مهمة ثانية هي قضية الزواج أنه مثلا أنه أنا أنصحك كمختص أنك ما تتعدى عمر الثلاثين بالزواج إذا تعدى عمر الثلاثين بالزواج أصبح الزواج إسقاط فرض طيب ما إلى قيمة أوكي بس هل المفروض أنه أنا يعيش القلق من عمرك خمسطعش إلى عمرك ثلاثين سنة لازم تتزوج هل أقرر بمكانك أنا تتزوج منه أو أقرر بمكانك أنت تتزوجين منه هذا ينفع وما ينفع أنت رأي أوكي بس أقرر أنت هاي أصلح لك من ذيك لا أو أقرر هذا أصلح لك أصلح لك إليك أنت من ذاك أو من هذا لا أنه أنت حرية الاختيار يعني بالنتيجة اليوم المشاكل اللي يتواجهنا والتحديات اللي يتواجهنا مو بسبب إنه مو اختيارة واضح خلنا أخذ اتصال أبو سجاد من بابل ونرجع لشبابنا أبو سجاد السلام عليكم اسمعنا من التليفون أبو سجاد انقطع الاتصال مع أبو سجاد خليني توجه إلى كان عندك مداخلة يلا نسمعها حتى ننسي لك مداخلة حول أنه الشباب الطفل مثلا هو اعتماديت أكثر يعني إضاف الكلام الدكتور الاعتماديت أكبر مدى تدخل عائلة بالطفل على مقدار اعتماديته ما هو يكبر راح يزاد أيضا نضوجه فكون احنا نوسع حرية اختياره واتخاذ القراراته ونقلل التدخل مع التلبيع واتخاذ النضوج وهذا نشوف اللحظة يعني الأب والأم يلاحظون مدى نضوج ابنهم ومدى يعني مثلا هو يترك مثلا النوم في سبيل زيادة ساعات الدراسة هذا بحد ذاته هو قرار يشوفون يلاحظون وتوصل لهذا القضية هل دائما استشارة الأكبر بالعمر هي الوسيلة الوحيدة هتتميز انه قرارك صائب أو لا طبعا هذي واحدة منهم يعني واحدة هذا المو الوسيلة الوحيدة شو الأمور الأخرى اللي من الممكن انه من خلالها عرف انا راح اتخذ قرار معين الشوان اعرف نفسي مطمئن يعني هو بحد ذاته راح احس انه اطمئنان عندي باتخاذ القرار المعين الاطمئناني اعتمد على الآلية اللي اتخذت بها القرار يعني درست القرار فعلا يعني بكل تفاصيل الإجابيات السلبيات القرار فعلا راح يوصني للهدف اللي محدده أصلا في البداية وكذلك يعني يعني جانب التوفيق لله يعني شكل جزء مهم يعني طيب طيب خلينا اخذ تصال ليث من النجف ونرجع لشبابنا ليث من النجف سلام عليكم سلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الله يحييك ويحفظك الله يحليك السلام اليوم انت متناول شريحة عن الشباب اه متسمع مش شباب نعم تجيو الهدف اليوم متسمع مختل رأي للشباب ما جاي اسمع كلامك ليث اللي اسمع قضية رأي للشباب القضية شنو ماكو اي رأي للشباب انو الشباب رأيه مضطهد اه شو لا ذون اللي قاعدين علي عالي بس اذا كان السادة علاء المخرج يطلع الناد ولا الشباب حتى نسمع اذا تقولون اراكم لو ملقينيكم يعني يقصد كان التعبير يقصد ما للتخاطر الدولة انت جايب لي ثلاث شباب عندهم رأيه وحرية طيب ما اعتقد اعتقد ليث يعني دفاعا عن اخوي يعني اصور ليث يعني هو دفاعا عني دا يقول للشاب ما لحرية الاختيار يعني اقصد اللهي المؤثر احتمال نعم ليث تقصد بانه بالمجتمع ماكو اي رأي لذول الشباب نعم نعم مبهد رأيهم دائما مبهد مهم زين ليش برأيك ومن اللي مفطهد رأيهم ليش ليش برأيك ومن اللي مفطهد رأيهم قد يكونوا هما معدهم شخصيا اللي فردوا رأيهم سواء كان البيت حتى يعني انه نشوف اليوم حتى البسط السياسي رأي الشباب مبهد طيب هاي واحدة من الشغلات السبب شنو برأيك شنو السبب ها شنو السبب بقيت بقيت لصالة معد الشاب انه رأي اه مهم طيب تحياتنا لك اخونا اللي راح نعقبه على كلامك عدنا اتصال اخر اتصال اخر ابو عائشة من السعودية السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف حالكم الله يخليك ويعفظك يا ابو عائشة تفضل نشكركم ونشكركم البرامجة الضيبة في هذه القراحة الله يخليك ويعفظك شكر لله انا فراحة يعني كلاما الدكتور كويس جميل لكن هو الآن يريد ان يهمش الاب في البيت يعني كأن الاب هذا كيف الذي تثبث في وجود هذا الابن او البيت كأنه ما له كلمة في البيت يعني لما يأتي الابن يريد التخصر فلاني او الجهة فلانية يعني ما هو ما هو ذر الاب واضح ما هو ذر الابن اعرف هذا الجانب طيب راح نخليه جاوب على كلامك يعني قد تكونت اللي فاهم القضية بصورة مو صححة ابو عائشة كم طيب تحياتنا اليك ابو عائشة وشكرا لاتصالك ومشاركتك راح طبعا نسمع تعقيب من دكتور علي على كلامك ان شاء الله من بعد ما فقط نكمل كلامنا ويا شبابنا كنا واصل اعد منه من الشباب انا كملت ما اعرف كملت كلامك اه نروح لك اه اخونا طبعا قاسم اه قاسم سمعنا الوسائل اللي من خلالها يعرف قبل السؤال اللي راح اطرحه اكفد مداخلة بسيطة جدا اه اخوي ايضا من محافظة الحلة طرح مشكلة وكذا نعم فاكفد اه قصيدة كاتبها بقلمي تعالج هاي المشكلة زين اهم شيء عدة الفرد هي اصلاح النفس طيب اصلاح النفس جدا مهم مهم دائما احنا نخلي اللائمة وين عالدولة مع العلم ان الدولة هي قائمة بالمجتمع نعم يعني كل الافراد اللي موجودين بالمناصب هم من داخل المجتمع وصاروا فاقول اصلح نفسك وانا اضمن ان الدولة تصلح فيك وانا اضمن ان البعوضة في الليل ستأتي للمصباح تهرول اسكب ماء العلم على موت التفكير عسى يخضر بها كف للحب يؤول اصلح نفسك وجه الصحراء يموت اذا ازداد الآبار ولا تحزن ان كنت وحيد الدمع فلله المسكن بسم الله الرحمن الرحيم والارض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين وعاقبة النهر اذا يسري يتذوق دربه ونحن نسير بلا درب وان سرنا تركنا الاوساق على جنبه اصلح نفسك وانا اضمن ان الدولة تصلح فيك لا ترمي وجهك في الشارع يدعس ما تدعس رجليك وحاوية الاذواق تنادي وجهك 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 لم يحصل اطلاقا ابدا قد ثنيت السمع الى سمعيك يا من تركب ظل العبثية ارخصنا اصلح نفسك اصلح ما قد كسر في نافذة العين من الشيطان وكم ادى في القلب دمارا اهل من كل تضلاليك لا تسرق من ارضك ثوبا لا تنكح لنفسك كفرا ان الدولة عرضك لا تجعك فيك احسنت خلي ناخذ اتصال لعماد بن ميسان ونرجع لضرغام وبعدين نكمل حتى نسمع تعقيبك على الاخوان المتصلين حتى نطيك المجال والوقت عماد بن ميسان السلام عليكم السلام عليكم السلام ورحمة الله وعلى اللقاء بالنسبة للقرار نعم القرار التي يتخذ من المجهول الى المعلوم اذا كان المعلوم ضمن الادلة العقلية المتمثلة بالاستنباط والاستقرار بعمل ما يكون العمل هو عمل استقرائي الاستقراء الناقص يأخذ شخص يريد ان يتخذ قرار يأخذ عدة عينات في اشخاص نجحوا في هذا المجال ويعمل على شاكلتهم لا ان يفرض عليه من قبل الاب او من قبل المتولي عليه طارثا ان يكون هذا الابدكتاتورية في فرض الاراء على ان في فرض القرارات وطارثا ان يكون فرضويا وطارثا ان يكون يعني هذا الاجتماعيا يعني ما متعارف عليه عن الطابع الاجتماعي فاتخاذ القرار يجب ان يبنى على اصحاب العمل الذين قاموا في العمل اصحاب التجربة ونجحوا في هذا المجال يأخذ رأيهم ويأخذ عيناتهم ومن الناس الذين فشلوا في هذا المجال ويتعلم منهم اتخاذ القرار هو يعتمد على العينات الاستقرائية هو افضل عمل لاتخاذ القرار شكرا جزيلا لعماد بن ميسان تحياتنا هناك مداخلة منك ضرغام اريد اسمع من عندك وبرأيك ليش الاخ ليث قال بانه الشباب ما لهم دور بالمجتمع في اتخاذ اي قرار مهمشين شوف عزيزي بالبداية قبل ليث هناك متصل قال رئي ضرغام بن ضربة حظ ماكوهي شي نعم فهنا اضطرت القرار نعم 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 استاذ مصطفى لو تسمع احنا ما تكلمنا عن مدى قوة اتخاذ القرار نعم نعم عندنا قرارات قرارات مهمة نعم نعم قرارات تخص دولة بكاملها نعم نعم احنا ما اطرقنا هذا الشي احنا اطرقنا اتخاذ القرار البسيط اللي اتخذ الشاب بعد من خلال اختياره مثلاً كان افد يفتح مشروع عمل او دراسة قرار الزواج قرار اختيار او قرار الزواج طبعا قرار الزواج استاذ قرار الزواج ما تقدر تخلي ضربة حظ بس انا القصد الدرجة الاولى اذا كان مثلا عمل او دراسة اعتبرهاني بس هناك قرارات مهمة لا يمكن ان تكون ضربة حظ طيب اتخاذ قرار سياسي خص الدولة اتخاذ قراري خص المذهب مثل قرار اتخذته المرجعية الرشيدة احسنتم اعطى الله في عمره سيد علي السستاني عندما اتخذ قرار الفتوى عند دخول العصابات الارهابية هل يعتبر هذا القرار يعني هل ذات ريتسين تقول هذا القرار شنو يعني صورة ضربة حظ لا لا هذا هلان احنا نتوقف بس اكو قرارات ان احنا كشباب احنا اليوم ممثلين ممثلين عن الشباب بس اليوم ذات تقول لي انت باشر عقبه اذا صرت عضو مجلس نواب راح تاخد قرار لا لا راح اجيب لي ثلاث مستشارين اعلاميين وثلاث مستشارين اقتصادين واحتمال اجيب الدكتور ومستشار عود استشيرهم كلهم وبعدين 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 راح اتخذ القرار بوقتها ما عندي ضربة حظ اذا فجأ القرار راح ارجع للمستشارين ابدلهم طيب 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 نرجع الى الدكتور لانه قضايا لازم يعلق عليها الدكتور حليم البابل قال امرهم شورى بينهم طبعا يقول لما يمر به العمر اضحك على قرارات سابقة بالضبط انه مرات اذا تتذكر عنوياك والمشاهدين يتذكرون كان قرارنا لما كنا في الافتدائيش اريد انصير قررين انصير معلمي ولما اكبرنا اريد انصير ولما اكبرنا اكثر اريد انصير ولما قررنا قرارات انا اليوم اسألني عن قرارات قبل عشر سنوات اي انا مقتنع بيها بالعشر سنوات بس اليوم لا اليوم لا فعليه وهو هذا الحلو بالموضوع انك قراراتك صالحة لوقتها ايه ماكو مشكلة اما اخذ بيها بعد نظر خمس عشر سنوات القرار الاستراتيجي ايه بس هاللي هو يصلح على طول لا هذا هو كان كلام عباس بن بغداد اللي يعلق على كلام ضرغام ويقول القرار الاستراتيجي واشكال وانواع وفصل القضية كلام ليث جاوبنا ما جاوب نظرها متى جاوبني ليش برأيك اليوم الشاب مالي رأيه بالمجتمع هو مهمش اما هو يرى المرء والناس ما في نفسه مرة تحياتنا اول للاخ ليث ربما انه هو البيئة اللي عايش بيه مهمشته فيعتبر انه هو جزء من الشباب فقام يشوف بلغة التعميم انه شباب مهمشين وخير دليل الشباب مهمشين هنا برنامجك بيه ممثلين عن الشباب وهنا اخونا هو عنده رابطة للشباب حضرتك برنامج عن الشباب كثير مؤسسات مجتمع مدني تدافع عن الشباب واذا وين التهميش من الموضوع هناك اتخاذ قرار عائلي انريد نتكلم عنه اتخاذ قراري خص العائلة هناك الشاب شنو وضعه راح يكون موحش بالنظر عن القرار زواجك الخاص او دراستك لا مثلا انا اليوم اريد اتخذ قرار اريد افلج غرفة بالبيت اريد افلج غرفة بالبيت اريد افلج غرفة بالبيت اريد اسويها حتيقة هذا قراري خص هذا اتخاذ قرار لو مو اتخاذ قرار اذن العائلة الها دور ومؤثر راح نسأل الدكتور سؤال بنفس المحور بس هنجاول المستصليين قال انه ادنى ابو عائشة قال دكتور يريد يهمش دور الاب طبعا تحياتي الى ابو عاشر ونسعودية انه هو الاخ على ما يبدو التقسير من يمي انه وصلت للفكرة خطأ طيب خلنوصل لها انا مثل ما اتفضل اخر متصل انه بعض الابات تتخبط بالقرارات او بعض الاباء انه هو ما عنده خبرة او بعض الاباء انه قراره تعسف على الاولاد فهل انه هذة يعتبر أنه قرار أب ولأمر باعتبار أكبر من عندي سنن وأكثر من عندي تجربة أنه هذا قراره صح مو بالضرورة. هذا اللي يريد نقوله أنه مو بالضرورة أن يكون قرار هذا الدور الأب ما مهمش. دوره رئيسي. ما مهمش بالأساس. أنه هو وأني اليوم إذا أبوي اليوم يجي يقول لي أنه يعني أشيرة أنه أنا أريد أخذ من عنده أد تتخذ قراره وأخذ رأيه وأشوف رأيه غير مطابق لل يعني للجو العام. أنا ما أقول لقرارك خطأ أو هذا مو صحيح. إلا ما أشوف طريقة مناسبة أنه أحترم هذا القرار وأنه ألفذ بأدوات أخرى عماد الميسان يقول الاتخاذ القرار هي انتقال من المجهول إلى المعلوم واستقراء وأخذ عينها. كان رائع جدا الأخ من الميسان أنه قضية الاستقراء. طيب. والاستقراء أنه أنا اليوم لما أريد أتخذ قرار أعتمد على اليمن. أعتمد على التجارب السابقة سواء القرار الشخصي أو القرار جماعي أنه أتبع القضايا السابقة بالموضوع فأجمع كل الآراء اللي قرروا وأستفيد بها. لكن هل يعتبر هذا الاستقراء التام؟ مثل ما تفضل هو حاضر. تقال الاستقراء ناقص وأنا أتفق وياه أنه استقراء ناقص لكن إنه قد يحقق لي نسبة نجاح نسبة نجاح جدا عالي. جميل جميل. كلام لشيخ المرحومة الدكتور أحمد الوائلي كلام رائع يقول واحدة من أهم أهداف ذكر القصص في القرآن ذكر القصص في القرآن الكريم هي أخذ العذى والعبرة حتى نستفاد منها. مو ذكر القصة مجرد أنه ملي فراء مو قضية أريخية مو ذكر قضية بصورة عابرة وإنما الاستفادة قضية الأخذ العذى والعبرة من هذه القرآن القصص اللي بالقرآن أولى لا قضية تاريخية ولا جا ينقل لي قصة حكواتي لا لا إنه ينقل لي عبر وتجارب آخرين سبقونا ونجحهم طيب آخر سؤال نختم بحلقتنا لهذا اليوم اتخاذ القرارات الفردية دائما لازم أنظر بس الروحي أنا كشاب إنه شنو اللي راح أحصله شنو الفائدة شنو الإيجابية وشنو السلبي أليه بس أقل من نص الدقيقة بالضبط قرار شخصو اللي عام القرار شخصي القرار شخصي أولا إنه هذا وين راح يوصني نعم وبالنتيجة إذا أريدي وصني البر الأمان أكثر أستعين لكن على المستوى الشخصي أول ما أنظر إنه شفيدني شخصيا إذا القرار شخصي دكتور علي الزرفة أشكرك جزيلا شكرا على كل ما قدمتنا بحلقتنا لهذا اليوم وفي عنواننا أيضا لهذا اليوم الشباب اتخذ القرار شكرا إلك شكرا إلك الله يخلي نشكر الشباب قيصر أخذي ريتيات طالب في كلية الطب تحياتنا إلك شكرا لوجدك معنا وأيضا تحياتنا لقاسم الدعمي الله يخليك تحياتنا للرغام أحمد تحياتي إلك وعذرا للدكتور خاف أستاذنا العزيز الله يخليك مشاهدينا الأفاضل بهذا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم نتمنى أنه تكون الفائدة واصلة لكل مشاهدينا الأفاضل وبالذات فئة الشباب الملتقى في حلقة قادمة نقول من هنا إلى ذلك الحين دمتم في حبي محمد وآل محمد إلى اللقاء